اشتركوا في القناة زي ما تشوفوا المشروع الحالي الموجود هنا هي اللعبة اللي سوناها أول في سلسلة قديمة واللي ما شاف هذه السلسلة بحط لكم الرابط تحت في الدسكريبشن عشان تقدروا تشوفونها أول خطوة تروحوا عند GameObject UI Panel عشان نغطي لنا كل شيء وتحت البانل هذي نضيف UI Image صورة وهذه الصورة راح نختار الصورة اللي فيها ال How To Play اللي اخترناها إذا سويتوا Import لصورة داخل Unity ال Texture Type يقول لك Default فنحن نحولها لSprite عشان نستطيع نعملها في UI أو واجهة المستخدم نرجع مرة ثانية للإمج نخليها داخل البانو هذه المرة نستطيع نسحب How To Play الصورة How To Play ونضغطها هنا نضغط على Preserve Aspect حتى نحفظ على حجم الصورة التنازم نفسه ونكبر حجمها نخليها في النص وبعدين نسحب الأنكر بوينتس الجوانب نضيف UI ثاني وبمن نوع Button زر ونسحب الزر إلى تحت في النص برضه ونسحب الأنكر بوينتس وإذا ما تعرفون عن UI في درس سويتوا عن هذا الموضوع تقدروا تشوفوه عشان تفهموا أكثر وإنه مثلا نسوي علامة أكبر منه كأنه نقول Continue وبعدين نخلي الزر إذا نضغط يخفي البانو نفسها الـ Function روح عند GameObject Set Active ونخليها False يعني راح يخفيها فنشغل اللعبة أول ما نضغطه يخفي البانو الـ Panel ونحن ننسينا ما نخلي الزر تحت الـ Panel فهذه المرة بيختفي معه أختفي معه طيب حاجة ثانية بس نخلي الـ Best Fit عشان لو كبرنا الشاشة يكون الحجم متراسب برضه أوكي نقوم بعمل GameObject فاضي ونسميه How To Manager ونضيف هل له سكريبت ونسميه How To Manager برضه Create an Add بنستعمل أوامر الحفظ والتحميل وشرحته برضه في درس الثاني اللي بنسويه أول شي نتأكد إذا اللاعب أول مرة له بنحفظ متغير اسمه First Time والطريقة اللي بنعرف فيها إذا كان اللاعب أول مرة أو لا أول ما يشغل اللعبة يتأكد أنه هل في متغير اسمه First Time محفوظ أو لا إذا كان محفوظ هذا المتغير معناها أنه لاعب للاعب قبل كذا أما إذا ما كان محفوظ ننسوي هذا المتغير ومعناها أنه أول مرة لللاعب فإن Void Start أو ما تشتغل اللعبة نتأكد إذا كان موجود هذا الكي معناها It's not the first time ما هي أول مرة Else معناها It is the first time هذه أول مرة وهنا نحفظ playerprefs.setInteger FirstTime نعطيها قيمة واحد اللي هي True وهنا ما هم من القيمة لأنه دامنا حفظناها معناها ما هي أول مرة لللاعب فهنا إذا كان ما هي أول مرة لللاعب نظهر Panel ونكتب Show Help وهنا نسوي متغير من نوع GameObject نسميها Help وفي الدالة هذه نظهر فيها المساعدة نسوي Save ونرجع هنا عندنا GameObject نسحب PanelLad هنا نختار Panel ونطبيها من بدري لكي أتكد أن سكريبت تعمل أول شيء سأقفل السكريبت من هنا ونشغل اللعبة وكما تشوفوا ما ظهرت لنا الرسالة فنشغل السكريبت وهذه تعتبر أول مرة لنا نشغل اللعبة طلعت لنا الرسالة نسوي OK قفل اللعبة ونشغلها مرة ثانية ما طلعت لنا الرسالة ليش؟ لأنه حفظ المتغير داخل اللعبة معناها أن هذه ثاني مرة لنا طيب آخر شيء قبل الآن هي الدرس سأضيف زر ثاني GameObjectY Button ونروح وبعدها نغير المحتوى إلى علامة استفهام نخليه برضه Best Fit ونصغر الزر ونخليه مربع وبعدها نسوي نفس الحركة اللي سوانها أول في الزر اللي قبله ولكن الفرق هذه المرة نخليه يظهر لنا فنقول له GameObject Set Active هذه المرة نخليها True نسوي تشكل البوكس نشغل اللعبة زي ما تشوفه نقدر نظهر المساعدة نقفلها نظهرها نقفلها وبكل بساطة هذا الدرس اليوم أتمنى يكون أفادكم ولو بمعلومة بسيطة وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبه في الكومنت تحت وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس زي هذه أن تطور الألعاب أكثر وأكثر كام معكم عمر بالفقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته